اشتركوا في القناة وعلماء من بلدي على شاشة القاهرة الآن مساء الخير على حضرتكم وأهلا بكم معنا واللقاء متجدد دائما على شاشة قناة القاهرة وحديث العلم والعلماء وبرنامج علماء من بلدي النهاردة بنلتقي مع خيرة أبناء هذا الوطن من العلماء المقلصين اللي دائما بيحاولوا من خلال أبحثهم أن هم يسهموا في تحقيق التنمية المستدامة اللي بتسعى مصر لتحقيقها ورؤية مصر المستقبلية لـ 2030 بسعيدنا أن يكون معنا ومعكم في هذا اللقاء ومن خلال البرنامج أحد الخبراء الزراعيين المتميزين في مجال البساتين تخصص فاكهة بدأ حياته بحفظ القرآن الكريم في سن العشرة والتحق بالأزهر الشريف حتى تخرج حاملا درجة باكالوريوس العلوم الزراعية بتقدير امتياز وحقق درجة الدكتوراه بإشراف علمي مشترك جامعة الأزهر والولايات المتحدة الأمريكية عمل مدرسا متطوعا لدرسات الإسلامية لأبناء الجالية الإسلامية بالمركز الإسلامي وانتخب مديرا لمدرسة اليوم الواحد بولاية تكساس الأمريكية وعمل على تطويرها لتضم المراحل العمرية المختلفة كونه أزهريا أيضا هو عضو وحدة ضمان الجودة بكلية الزراعة عام 2008 ونائب ورئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء الطبيعة وتولى عمادة كلية الزراعة جامعة الأزهر في إبريل 2021 بيسعدنا أن يكون معنا ومعكم في استوديو علماء من بلدي الخبير الزراعي المصري المتميز الأستاذ الدكتور جمال عبدالربو السيد أستاذ البساتين عميد كلية الزراعة جامعة الأزهر وعضو المجموعة الاستشارية لعلماء التعليم في مصر أهلا بحضرتك فاندم وسعداء بوجودك معنا وانضمامك لمنظومة علماء من بلدي أشكر حضرتك جزيل الشكر وفي البداية أشكر حضرتك وأسرة البرنامج على الدعوة الكريمة ودائما أسعد بوجود الحقيقة مع حضرتكم ومقدمة قد لا أستحقها أشكر حضرتك عليها وإن شاء الله أتمنى أن نكون ضيوف غير ثقال على مشاهدين بالتأكيد يا فاندم يعني احنا بنسعد وبنشرف دائما بوجود حضرتك معنا وبيكون هناك دائما الجديد في مجال المحاصيل الزراعية من خلال أبحاثكم العلمية اللي بتعملون عليها جاهدا لخدمة هذا المجتمع وتحقيق التنمية في البداية يعني بنتكلم عن الجديد في مجالات البحث العلمي والتسقيفي وخدمة وتنمية المجتمع الحقيقة حضرتك يا تتطرقي يعني إلى موضوعات هي احنا دائما نقول أن أي مؤسسة تعليمية لها ثلاثة أهداف نعم تعليم وبحث علمي وخدمة المجتمع وانا الحقيقة دائما تكرار هذا الكلام في اللقاءات المختلفة عشان بس الناس تبع عرفة إيه الأهداف الرئيسية للمنظومة بتاعت البحث العلمي التعليم اللي أقول أن أنا عايز يعني أخرج مهندس كف قادر على المنافسة يعني داخليا وإقليميا ودوليا إن أمكن وعشان كده يبقى قادر على المنافسة لازم يبقى المؤسسة دي بتطبق معايير الجودة اللي هي يعني في منتهاها حخرج طالب بهذه المواصفات ده فيما يخص الطالب في العملية التعليمية أما فيما يخص البحث العلمي فالبحث العلمي أي مؤسسة علمية أيضا البحث العلمي ده أداة جوالات عشان أحاول أوجد حلولا لمشاكل الوطن أي أن كان الوطن اللي أنا بعيش فيه فأنا بشوف إيه المشاكل اللي بتواجه القطاع اللي أنا بنتمي له وإحنا مثلا بنتمي إلى القطاع الزراعي فنقول إيه المشاكل اللي بتواجه الوطن عندنا ونحاول نوجد لها حلولا حلولا فنحط عنوان أو تجربة طايتل كده بالنسبة إحنا نعمل كده وإيه الأدوات اللي أنا هستخدمها والمواد والطرق اللي أنا هستخدمها وبعدين يبدأ الطالب بتاعنا يشتغل علشان خاطر يشوف تأثير المادة المختلفة أو المواد المختلفة دي عشان تقلل مثلا وناخد مثلا مشكلة زي ما حضرتك مثل كليمي على مشكلة الملوحة والجفاف على سبيل المثال كأحد المشاكل اللي بتواجه القطاع الزراعي دلوقتي فبنقول والله هو بيدرس تأثير المادة الفلانية على مقاومة التأثير الضار مثلا للملوحة أو الجفاف حاجة زي اللي من دول مثلا تغيرات المناخية وتأثيرها تغيرات المناخية يعني يمكن من أهم المشاكل اللي بتواجه العالم يعني وليس مصر تحديدا صحيح فهو أيضا بنيجي نقول كده الباحث ده حيشتغل على الجزئية دي ونشوف إزاي نقلل من الأضرار السلبية للتغيرات المناخية وتأثيرها مثلا على القطاع الزراعي سواء كان في القطاع النباتي أو القطاع الحيواني وبنحط التجربة وأدواتها وبعدين نبدأ نجمع الداتا بتاعتنا وبعدين نبدأ نحللها إحصائيا عشان نشوفها تختلف أو تتفق مع بعضها بشكل إحصائي ولا لا ثم نستخرج في الآخر النتائج الريزالتس بتاعتنا ونقول والله إحنا عندنا الكونكلوشن بتاعنا استخدم المادة الفلانية دي عشان خاطر هتحللك المشكلة دي إذن البحث الألمي ما هواش رفاهية وما هواش فقط بتعمل عشان بس حد يترقى به أو عشان فقط أن أنا أقول أن أنا بعمل بحث ألمي لكن له مردود ويجب أن يكون له مردود على المجتمع اللي أنا بعش به عشان كده بيجي الجزء التالت للمؤسسة وهو مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكل الجامعات دلوقتي فيها المنصب اللي هو نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة توظفته وأيضا كل الكليات فيها وأيضا أظن أنه إحنا برضو في الأزهر إن شاء الله ماشيين في هذا الإطار إحنا بس يعني ناقص لسه هذا المنصب غير موجود الحقيقة عندنا في الجامعة لكن الجامعة قدمة على إنه إن شاء الله حيب في القريب العاجل موجود عندنا منصب نائب رئيس الجامعة لشأن خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإحنا عندنا هذا المنصب خاضع دلوقتي أو يقع تحت اختصاصات نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وهو بالمناسبة أيضا مشرف على قطاع المستشفيات ومشرف على المؤتمرات ومشرف على قطاع خدمة المجتمع ومنه القوافل اللي إن شاء الله هنتكلم عليها واللي بتلعب دور كبير جدا جدا من جهة المؤسسة تجاه المجتمع بتاع إذن الثلاث حاجات اللي احنا بنقول عليهم تعليم بحث علمي خدمة مجتمع هم في الآخر بيكملوا بعض عشان طلع في الآخر المهندس يعني متخرج بشكل كويس ملمي بأدواته باحث أيضا قادر على حل المشاكل التي تواجه مجتمعه ثم مجتمع يستفيد من كلا الحاجتين أو الهدفين اللي هما احنا بنقول عليهم في المؤسسات التعليمية إذن كل المنظومات التعليمية والمؤسسات التعليمية لازم تكون الثلاث حاجات الموجودة بره الحقيقة في الولايات المتحدة الأمريكية هناك ارتباط أو تواصل يعني ما بينهم نعم ما بين التعليمية الولايات المتحدة الأمريكية الانشطة الاجتماعية دي الحقيقة بتلعب دور أساسي بتقيم بنسبة 60% من التقييم بتاع الجامعة و40% مثلا لأنشطة الأخرى ده دليل على أنه اهتمام هذه البلاد المتقدمة للغاية بأنه المنظومة لو ما خرجتش عندهم طالب يخدم على المجتمع بشكل ده وباحث يخدم ويحل مشاكل المجتمع بشكل ده إذن نقص الايه التقييم بتاعها التقييم يعني سنو يكون هناك تواصل بين الطالب أو الباحث بصفة عامة والمجتمع مع ما يكون فيه انعزال عن مشاكل المجتمع اللي بيعيش فيه طيب زي بقولت حضرتك في سياق الحديث إن الباحث أو العالم لابد أن تكون أبحاث تفيد أو تعمل على حل مشاكل المجتمع وأعطيت أمثلة حية بالفعل نعيشها حاليا يعني سواء الملوحة أو الجفاف أو الشح المائي أو التغيرات المناخية يمكن حضرتك من أحد خبراء هذا القطاع واللي كانت لكم العديد من الأبحاث العلمية في هذا المجال وتحديدا رسالة الماجستير والدكتوراه التي كانت تتكلم عن استنباط سلالات مقومة للملوحة والجفاف في نبات العنب يمكن أنا في اعتقادي وفي اعتقاد الكثير من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال أن هذه الرسالة كانت سابقة لعصرها أو كانت رؤية مستقبلية يعني حضرتك لما عملتها كانت من 30 سنة صحيح ما كناش بنعاني من تلك المشكلات المجتمعية اللي بنراها حاليا وبنحاول أو الدولة والقيادة بتحاول أن تجد لها حلول هو ده بقى دور الأستاذ الجامعة أنا الحقيقة يعني كنت من الناس اللي ساعدوا جدا جدا بلجنة إشراف قوية جدا جدا الثلاثة عليهم رحمة الله طفوا في العامين الماضيين رحمة الله عليكم أستاذة دي وكانوا أستاذة أجلاء وأعظماء جدا جدا كان أستاذنا الدكتور حفني عبد العزيز وهو أحد كان أهم أحد خبراء المصريين في مجال الهرمونات النباتية وهو كان دايما عنده تصور ورؤية فيجن كذلك وقوله لما هو قادم فقال بما أننا منطقة نسمونا من ضمن الأراضي القاحلة وشبه القاحلة الأراضي يعني إلا هين مش مناطق مطيرة كلام دا من 30 سنة بتكلم طبعا قبل برضو مبقى في تغيرات مناخية احنا دلوقتي مش هقول إن احنا داخلين في حزام المناطق المطيرة لكن برضو بقى يسقط علينا كميات أمطار كميات أمطار فقال إنه إحنا لازم يبقى عندنا توجه في الفترة العشرين سنة اللي جاية دي إنه إحنا إزاي نعمل نستنبط سلالات مقاومة للملوحة والجفاف العينب إنه نموذج فقط لكنه هو عند الفاكهة بالكامل فاكهة بالكامل كل أنواع الفاكهة سواء عينب أسواء ملوحة سواء حلويات اللي أخوخ والمشمش والبرقوق سواء تفاحيات اللي أخوة التفاح والكميترة سواء أجي برضو على المنجو الجوافة كل كل الحاجات دي كلها فأنا بدور على إيه المشكلة اللي بتواجهني وبعدين أحاول أوجه البحث بتاعي والباحث إلى إنه هو يوجد علاجا لهذه المشكلة والحقيقة هذا الأمر تم في مرحلة الماجستير وبعدين قال حنكمل برضو في مرحلة الدكتورة وأنا كان ليا رغبة في مرحلة الدكتورة أن أنا أسافر بره واجتهدت شويتين أن أنا حصلت على التوفي على تبار أن أنا حسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في بعثة أشراف مشترك ما بين جامعة الأزهر وما بين جامعة تيكساس تيك بالولايات المتحدة الأمريكية ووفقت بفضل الله عز وجل أنه أحصل على الدكتورة أيضا في نفس المجال الحقيقة له وستنبط برضو صلالات مقاومة للملوحة والجفاف كان باستخدام تكنيك زراعة الأنسجة اللي هو دلوقتي احنا أدركت كلنا بنسمع عن المعامل بتاع زراعة الأنسجة المنتشرة في بر مصر بس بهدف دلوقتي احنا مركزين على إنتاج النخيل باستخدام على اعتبار أن احنا عندنا المبادرة الرئاسية زراعة خمسة مليون نخلة بغرض أن أنا أحط مصر في مصاف الدول المصدرة للتمور تبقى منافس بشكل قوي رغم أن احنا المنتج رقم واحد للتمور لكن احنا كنا رقم حداشر في تصدير التمور وده نتيجة الأصناف اللي احنا كنا بننتجها أو الأصناف المنتجة عندنا الحقيقة 58% منها أصناف مش مربوبة للمساق يعني لا يقبل على المساق بالنسبة للسوق الخارجي نعم للسوق الاستهلاكي نعم الخارجي منه 58% اللي هم الأصناف الردى بتاعتنا الزغلول والسمان وبنت عيشة والحياني ومولفراخ الحاجات دي كلها والعرابي وخلافه وكمان عندنا 28% أصناف مجهل أصناف مجهل يعني غير معروف الصنف ما هو يعني نخل ايه ده النخل ده مجهل ماخدبال حضرتك فكان باقي عندنا هم 14% فقط يعني 58% زي 28% باقي عندنا 14% اللي هم الصنف الوحيد اللي كنا بنصدر منه اللي هو صنف السيوي الصنف السيوي اللي موجود عندنا في منطقة سيوة وموجود عندنا في الوادي الجديد باسم الصنف الصيدي عشان كده انتشرت معامل زراعة الأنسجة بغرض انه انا اعمل على حاجة بنسميها أو الاكثار الدقيق بالنسبة للأصناف المتميزة من التمر بس تورد أصناف من برة وبعدين باكسرها هنا يعني النخلة بتطلع جنبها شوية فسائل اخذ الفسائل دي وبقى انا بكترها الواحدة تبقى 2 و2 يبقى 10 والعشر يبقى 1000 وهكذا وانشر هذا الكلام من خلال المزارعين لكن حزرع ايه بقى؟ حزرع الأصناف التي يقبل عليها المستهلك النوود بالخارج اذا كانت الرؤية انه انا استخدم برضو زراعة الأنسجة في اني انا استخدمها كتول او اداه للحصول على سلالات مقاومة للملوحة والجفاف في العنب وبعدين في ناس شغلت في التين وفي ناس شغلت في الرمان وفي ناس شغلت في باقي انواع الفكهة بالكامل واحنا عندنا ايضا لغاية الان في رسائل يعني رسائل مختلفة ماجستير ودكتوراه ايضا في هذا المجال استكمالا اللي هو العلم دايما يعني تراكمي يعني احنا دايما اجيال بتسلم اجيال صحيح افضل افتازي من تلاتين سنة كان في سني تقريبا دلوقتي وهو ايضا يسلم وانا برضو بسلم الراية للي بعد مني وكذا لكن دائما مشاكل المجتمع هي مشاكل متجددة يعني انا انتجت حتى بزراعة الانسجة مثلا فاجه بعد شوية بقى في عندنا بعض الناس تشتكي في مزارع النخيل للناتجة من زراعة الانسجة تقولك والله يعني عندي في بعض الميوتيشنز في بعض الطفارات موجودة عندنا نعمل ايه فنيجي بقى احنا كباحثين ناخد المشكلة اللي بدأت تظهر دي ونحاول نشوف ايه اسباب حدوثها دي الطفارات الميديا او البيئة اللي انا كنت بشتغل عليها داتي هل هي كانت مشكلة ولا دي حاجة في النبات ولا ادرس كل الحاجات دي وبعدين اطلع برضو في الاخر اقول للله يا فندم انت احنا استخدمنا كذا او انت استخدم كذا في المعامل زراعة الانسجة بتاعتك وبالتالي هتقلل نسبة الطفارات بتاعتك بدل ما كانت عندك نسبة مثلا خمسة عشرين في المية لا هتبع عندك عشرين في المية لا في الطريقة دي هتوصل لغاية خمسة في المية مثلا من الموتيشنز هتقلل يعني من المشاكل تقلل لكن لا تمنى لكن لا تمنى طب يعني التكنولوجيا الحديثة او دخول التكنولوجيا الحديثة في المجال الزراعي دكتور يعني او لو حددنا تحديدا النانو تكنولوجيا او تحدي الشح المائي او بعض المشاكل اللي بتواجه يعني تمام دي كلها احنا بنقول كلمة تكنولوجيا هي بالاساس تقنيات تقنيات حديثة فانا بتكلم على انه اعمل ايه اعمل ايه انا مثلا عشان قاطر اوصل كذا انا هقول مثلا عندي مشكلة المية مشكلة المية انا دلوقتي بقى وعاني مش هقولي ان انا ندرة مية لكن الحقيقة انا عندي بقى ممكن ينطبق عليه معايير الشح المائي احنا بنقول المواطن المفروض له الف متر مكعب في السنة مية احنا زي ما انا بقول دايما بجلنا خمسة وخمسين ونص مليار متر مكعب مية من مياه النيل وده اللي هي بتجلنا من اثيوبيا بنسبة خمسة وثمانين في المية وكمان من النيل الابيض بنسبة خمسة وثمانين في المية يعني النيل الازرق من اثيوبيا بنسبة خمسة وثمانين في المية والنيل الابيض بنسبة خمسة وثمانين في المية وعندي بقى في المخزون الجوفي بقى اخد منه كل سنة حوالي اربعة ونص مليار يعني تقريبا اجمالي دول يعني اربعة ونص على الخمسة وخمسين ونص يسوي ستين مليار وانا احتياجاتي تمانين مليار تمانين مليار طيب إذن عشان كده ده برضو حياخدنا للمشاريع القومية الهائلة جدا في مجال الزراعي اللي بيقوم بيها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي واللي أنا هقول يعني إنه للتاريخ سيحكم بعدين يمكن الناس قد تكون مش شايفة الأحداث لكن مش شايفة عشان ما عندي ناش لما بنيجي نتكلم ما بنربطش الأمور ببعضيها كويس وحقول إنه ده كان يمكن محور المؤتمر التسقيفي اللي اتعمل لطلاب جامعة الأزهر الأسبوع الماضي وشرفت بزارة جدا بإني كنت أحد المشرفين على المؤسكر حتى المسمى كان مؤتمر التسقيفي اسمه لازم نفهم لازم نفهم يعني حقيقي الإختار المسمى له كل التحية والتقدير أنا هقول لحضرتك هو كان الحقيقة معالي وزير الشباب والرياضة أستاذ دكتور أشرف صبحي وكان في زيارة مع فضيلة رئيس الجامعة أستاذ دكتور محمد المحرصاوي وكان الكلام على إنه إحنا هو مين ثمرة المجتمع ده هما شبابنا الشباب اللي لسه عنده 18 سنة 19 سنة 20 سنة طيب أنا هل يعني معقول إن أنا أسيب الشباب بتاعنا ده اللي هو حيمثل مستقبل هذه الأمة يعني إلى إنه حد يلعب في دماؤه لا الجامعة هي وظيفتها الأساسية هي تكوين الفكر وإحنا بنقول التربية قبل التعليم التربية تربية النجم ثقافيا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا كل حاجة في يعني توفق على إنه يكون في معسكر لشباب جامعة الأزهر والمعسكر ده الحقيقة كان كان معسكر أكثر من رائع استمر من الأحد إلى الخميس الفترة اللي فاتت الأسبوع اللي فات وكان يعني معسكر أعاد لي أنا شخصيا الحقيقة ذكريات جميلة أعاد بواحد لصباهي يعني فترة الشباب اللي هو بيفتقدها طبعا وكان اليوم الحقيقة داخل هذا المعسكر يبدأ من الساعة السابعة صباحا بساعة تمرين بالضبط زي الجيش زي الجيش الساعة سابعة نبدأ تمرينات الصباح لمدة ساعة وبعدين الإفطار من تمانية لكذا ثم يبدأ اليوم بمحاضرات للطلاب ثم بعد كده نشوف المواهب الطلابية واحنا الحقيقة يعني كنا في حالة زهول من المواهب الشابة الرائعة جدا 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 يا معسكر شامل معسكر شامل معسكر متضمن الكثير من الجوانب يعني اللياقة البدنية والانضباط ما هو التمارين بتاعت الصبح دي حاولي حضرتك التمارين بتاعت الصبح دي مثلا متفكرني بالجيش أي ما دي يعني احنا نبقى بعد التمارين بفيه طبور بعد طبور الصباح ثم تحية العلم نقف والناس كلها توقف وبعدين تحية العلم بالضبط كإني في وحدة عسكرية وده اللي هو مفهوم الانتماء تحية العلم دي مش حاجة كده منظرة لا ده ده اسمه مفهوم الانتماء للبلد العلم ده هو رمز الوطن واخد بالحضرتك انت ازاي فكان بعد كده بعد يبدأ المحاضرات الصبح كان العنوان لازم نفهم لازم نفهم ايه بقى فانا كنت كان ليا محاضرة شرفت ان كان ليا محاضرة هو احنا لازم نفهم ايه فقلت كده كان عنوان محاضرة لازم نفهم لماذا المشروعات القومية الزراعية نعم وحطيت المشروعات القومية بكاملها اللي اتعملت واسمحيلي احنا يعني اعرج عليها برضو بسرعة عشان حتى المشاهد يبقى يعني معانا في هذا الامر احنا عندنا اول مشروع عمله الرئيس اول ما يجيه على طول بدأ بمشروع قومي كبير جدا هو مش زراعي صحيح لكن له انعكاس على البتاع الزراعي وهو كان مشروع قومي بامتياز اللي هو مشروع قناة السويس وكان الهدف منه ان انا اجمع هذا الشعب نعم وقلنا كده احنا عايزين اربعة وستين مليار اربعة وستين مليار اه وفوق الناس انه في خلال اسبوع كان فيه الاربعة وستين مليار اتعملوا وبعدين طلع تصريح من الرئيس وقال انه القناة او القناة الفرعية دي او قناة السويس الجديدة دي هتتعمل في سنة فاكرين احنا كلنا لما قال اللي هو كامل الوزير ساعتها وبعدين ناس كلها بتقول ثلاث سنين وكان فيه ناس بتقول ثمان سين وحاجات زى كده التحدي بكل المخيص والنجاز يعني للفريق مميش ساعتها مهاب مميش مهاب مميش بالضبط كده وبعدين قال له لا هما سنة والعالم كله قعد وكان الكثيرين جدا ان ينتظروا فشلنا في هذا الامر لكن سنة باليوم وبالساعة احنا تم افتتاح قناة السويس فدي كانت بداية انه الدولة المصرية قادمة ثم توالت بعد كده المشروعات كان اول مشروع عندنا زراعي اللي هو المليون ونص فدان احنا دايما كنا بنتكلم على انه ايه الافريج بتاعنا في الاستصلاح كان دايما ماشي خمسين الف فدان في السنة يعني لما اقول خمسين الف فدان في ثلاثين سنة مثلا كان يعتبر مليون ونص مثلا فترة الرئيس مبارك او نقول اتنين مليون مثلا فدان فاحنا اتقال لا برضو في خلال سنتين اتنين لازم بعندي المليون ونص فدان وتقريبا في اقل من السنتين كان منجز هذا المشروع وتم برضو من اعادة بنسمعها كده اعادة الاراضي المتعدة عليها لحضن الدولة مرة اخرى طيب هل نقف عند كده لا لقينا فجأة كده برضو قرار من الرئيس بانشاء مشروع قومي كبير جدا جدا وطموح جدا جدا اسمه مشروع المائة الالف فدان صوت الله طيب ما احنا عملنا مشروع لمليون ونص فدان اه عملنا مشروع لمليون ونص فدان عشان انا عندي رؤية انه انا الاحتياجات المائية دي وقفة بالنسبة لي انا الموارد المائية بتاعتي مشكلتي ان الموارد المائية بتاعتي سابتة الخمسة وخمسين ونص مليار هما من سنة تسعة وخمسين يعني وبنحاول ايجاد بدائل يعني اه بنحاول لحضرتك من سنة تسعة وخمسين الخمسة ونص مليار زي ما هما طبقى الاتفاقية والتعداد السبتاني في الزياد يعني الخمسة وخمسين مليار اللي كانوا بيكفوا ايوه عشرين مليون عشرين مليون عشرين مليون احنا حاليا مية واثنين مبارح اه قالوا كده مية واثنين مليون حسب اه اخر حسب اخر طيب اذا الدولة هي بتشتغل عينها على كده انا الموارد بتاعتي ثابتة موارد المائية بتاعتي ثابتة هما الخمسة وخمسين ونص مليار والاربعة ونص مليار اللي هما من المياه الجوفية وبعدين بعمل مرة اخرى تدوير للميا واعادة استخدام وتنقية وتحلية وكذا عشان اوصل لثمانين مليار اذا ان ده جهدي خارق ايضا تقوم بالدولة المصرية ممثلة في وزارتي الزراع ووزارة الرأي عشان اقول وصول لهذا الهدف طيب فكان التوجه بتاع الدولة يجي القائد يقول ايه طيب هو احنا احنا بنزيد احنا بننقصش والكثافة السكانية عندنا مرتفعة جدا احنا كنا اتنين وستة من عشرة مليون في السنة قدي دولة من دول الخليج كل سنة بتضاف الى الشعب المصري سنويا تضاف دولة يعني انا لو قلت ان الرئيس من سنة الفين واربعتاشر اللي دلوقتي بتكلم سبع سنين يبقى انا سبعة في اتنين واربعتاشر يعني زدنا حوالي سبعتاشر ونص مليون نسمة في فترة الرئيس السيسي فقط طيب سبعتاشر مليون ونص دول عايزين كل حاجة عايزين كل الخدمات عايزين اكل وعايزين شرب وعايزين مدارس وعايزين طرق وعايزين كباري وعايزين مستشفيات عايزين كل حاجة على مدار اربعين سنة وكان برضو التوجيه لا المشروع ده هيتعامل عندنا في اربع سنين طب ازاي بس اربع سنين هيتعامل في اربع سنين واقول لحضرتك انه المشروع ده انجز منه اكثر من سبعين في المية ويمكن احنا بنقول خلاص بمن مش انجز بمعنى انه انا عملت الهياكل بتاع الصوب وبتاعه والتغطية لا ده انا انجزت المشروع وانتجت وحصلت على انتاج من هذا المشروع هو اللي عمل الحالة التوازن داخل السوق المصري لست البيت المصرية او للمستهلك المصري خاصة كان بعد تعويم الجنيفة 2016 الكل كان راهن على انه احنا حندخل في حرب وحندخل في مجاعة وحندخل في كذا وان الاقتصاد حيوع وكذا وكذا لكن كان في رؤية تاقيبة من القيادة السياسية لا ده انا عندي مليون ونصف فدان والمليون ونصف فدان ده الانتاج بتاعه حيدخل في السوق وعندي المشروع المية الف فدان صوب وحي ينجز في فترة معينة وانجز زي ما قلت لحضرتك وبقى الانتاج بتاعه بيدخل في السوق المصري بما ساعد على استقرار طيب ساعد على استقرار السوق بس لا ده احنا برضو كان عينينا على الصادرات بتاعتنا الصادرات بتاعتنا ما تنزلش احنا الصادرات بتاعتنا وانا دايما نقول الرقم بتاعنا خمسة وثلاثة من عشرة مليار دولار حشب نسعى إلى زيادة نسبة الصادرات لكن احنا لما اجي اقول لحضرتك انه دول العالم كلها اللي كانت بتحقق معدلات نمو بالسلب احنا كنا بنحقق حتى في ظل الكورونا من سنتين وبرضو كنا بنحقق معدلات نمو بالإيجاب منزلناش ابدا عن اثنين وثمانية من عشرة معدل نمو في السنة اذا القيادة السياسية بتتكلم قلنا طب مليون ونصف فدان وبعدين بقى عندي المئة الف فدان صواب طب المئة الف فدان صواب هو كان بس عشان قنتج فقط لا مش قنتجه بس ده انا حوفر في الصواب دي نسبة الماء المستهلك بنسبة تلاتين في الماء يعني انا لو هستخدم ده في الأوبن فيلد مثلا مئة متر مكعب مية انا هستخدم هنا سبعين متر مكعب اه بنسبة للحقول المفتوحة المفتوحة بالزبط كده كمية الماء اللي هتبقى مستخدمها هتبقى اقل بالنسبة تلاتين في المية عنه في الحقل الايه في الحقل مفتوح طب هو كده بس لا انا بعندي مشاكل نتيجة التغيرات المناخية كتير جدا من ارتفاع درجات حرارة كبيرة جدا وهبوب الرياح في غير اوقاتها وارتفاع درجات حرارة كبيرة جدا بقينا نعاني منها الفترات الاخيرة نتيجة وجود موجات يعني في تلات اربعة تيام مثلا فترة وبعدين بعد اسبوع نفس القصة وبعد اسبوعين المشاكل بتاعت الانتغيرات المناخية كتبت النسبة لنا في ايه لو ما تيجي الموجات الساخنة دي اثناء عمليات التزهير بتاعت النباتات والعقد عمليات التزهير والعقد اذا جات في وقت التزهير تفشل الزهرة في تكوين الثمرة بقى لا تكون عندي لابزرة ولا تكون كذا ولا تكون الثمرة عندي وتبصت لاقي الزهر بتاع الفلاحي يقولك الزهر هل يا بيه هل يا بيه يعني وقع على الارض كله وده الكلام ده ممكن البعض فينا كان بيقول الله السنة اللي فاتت المنجة من الزيتش عن 20-30 جنيه للجيلو ابدا وبقى لغاية 60 جنيه و70 جنيه ليه بقى لاني انا نسبة 80% من الزهر بتاعي كان واع نتيجة الموجات الحارة عشان كده المزارع برضو بقى بيدور على بدائل طيب انا اغطي عشان احمي النباتات بتاعتي دي من درجات الحرارة العالية جدا ازرع تحت النت تحت الشبك الابيض اللي حضراتك بتشوفيه مثلا في المزارع عشان اقلل من تأثير يا اما درجات الحرارة العالية او معدل السطوع بتاع الشمس او هبوب الرياح اللي بتبقى مثلا بشكل كبير واقلل من ذلك استخدم احيانا المست او بيسموه الريجيشن مست اريجيشن سيستم اللي بيسموه الريض ضبابي عشان اقلل برضو من تأثير درجات الحرارة العالية على يعني اعمل الجو الاستوائي اللي هو بيبقى مناسب لانفكها الاستوائية زي المانجو زي الموالح وزي الجوافق وهكي ازا من الوزاتون هل بحاول خلق بيئة تلائم يعني نعم تلائم المنتج جيه الناس خلاص قالوا خلاص احنا كده تمام وزي الفل وده يكفي الفاترة دي للرئيس انه هو عمل المشروعين دول اه اعمل الرئيس قالك لا 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 احنا لسه عندنا كتير جدا يا جماعة احنا لازم نشتغل على اني انا عيني وانا ببص على السد الاسيوبي انا لازم اوفر كل قطرة مياه هنا طب اوفر ازاي انا كان بيتم هدر في الترع اللي عندي دي انا عندي الترع باطول 33000 كيلو لما جيه الرئيس احنا لو حبينا نبطن الترع دي اه مشروع طبطين الترع ده من المشاريع القومية مشروع طبطين الترع الناس بصت له انه فقط عشان توفير المية لا هو ما كانش فقط عشان توفير المية هو توفير المية حيوفر بالفعل خمسة مليار متر مكعب مية لكن له ابعاد كثيرة اخرى انا كان الترع عندي بقت خلاص المية ما توصلش نهايات الترع يعني تيجي مسلا عند النص فقط الاراضي اللي موجودة عندي النص الترع دي اللي تشرب قول باقي دي كله يموت عطشا او ان الناس تعمل ايه تعمل ترمبات المية اللي هي معتمدة على السحب من المخزون الجوفي اللي هو من المياه الجوفية طيب نعمل نسيب بقى الكلام دا لا ما مش هينفع طب الناس اللي حولت الترع الى يا اما وحدات للصرف الصحي او اما انه يحولها الى مكان يرمي فيه المخلفات بتاعته فكان فيه رؤية انه الترع دي لازم يعود لها بريقها وجمالها مرة اخرى وبقينا نشوف هذا الشكل الرائع جدا للترع بعد التبطين وهي بتشق القرى والريف فيه يعني ريف مصر شمالا وجنوبا وشرقا وغربا نعم اتخصص تمانية وتسعين مليار جنيه علشان خاطر تخلص كل مشروع الترع دا احنا انجزنا منه بالفعل حوالي سبعة تلاف او قربنا على خمس تلاف وربعمائة كيلو من سبعة تلاف اللي هما المرحلة الاولى بتكلفة تمنتاشر مليار جنيه هيستكملوا عنده للنهاية عند تمانية وتسعين مليار نعم هو على مراحل يعني هذا المشروع القاومي الضخم وهو تبطين الالترع سيتم وكما تفضلتم وذكرتم في حديثكم ان هذا المشروع ليس فقط لمواجهة الشح المائي ولكن له ابعاد كثيرة هامة طبعا يعني انا شرفت بوجود حضرتك واستمتعنا بالحديث الشيق واستعراضك للمشاريع القومية وتوضيح اهميتها للمشاهد وللمتابع وايضا الندوة التفقفية التي تواجدتم بها في بورسعيد والتي كانت تحت عنوان لازم نفهم يعني انا بحيي كل المشاركين والقائمين على هذه الندوة ودورهم ومساهمتهم في توضيح مثل هذه المشاريع واهميتها للجيل الحالي ان في بعض ناس يعني كتيرة من اعداء الشر للأسف على السوشيال ميديا وطبعا يعني ما بيكونش هناك رقابة على المحتوى وعلى المضمون بيحاولوا ان هما يصدروا الكثير من الافكار المغلوطة والاكاذيب والشائعات لشبابنا ده ما يتم تصديره ولكن دورنا احنا كجامعات وكمؤسسات ان انا اواعي ابني واخويا الزغير دوت لأ ما يراد تصديره لك انه دايما اشوفوا برمي فلوسهم في الارض وشوفوا شوفوا عشان كده لما الرئيس فجئنا برضو بحاجة وبعدين حطينا 150 مليار لتطهير البحيرات في شرق مصر وغربها بالكامل الناس قالوا 150 مليار وعملنا بقى البحيرات وحاجة جميلة جدا نقف على كده طب نقف ازاي ما انا لسه عندي اصل المشكلة موجود ايه واصل المشكلة مصرف زي مصرف بحر البقر ده مصرف زي مصرف بحر بقر لو انا سبت حلية المشكلة انا عالجت المشكلة في البحيرات المنزلة واخدت بالحضراتك وبعدين لسه المصرف برضو بيجيب المخلفات بتاعته بتحدث مرة تانية يبقى انا حاكر المشكلة بعد عشر سنين مثلا مرة تانية لا فعشان كده فوجئنا بمشروع عملاق ايضا اللي هو مشروع محطة المعالجة الكبيرة جدا بتاعت مصرف بحر البقر اللي بتعمل في اليوم خمسة وستة من عشر مليون متر مكعب مية باجمالي اتنين مليار متر مكعب في السنة ده عشان خاطر ازرع بيهم دي مية معالجة ثلاثية يعني مية صالحة جدا للزراعة عشان ازرع بيهم في شرق القناة في سينة الحبيبة ربعمية واحد وعشرين الف فدان وعشان ستمائة الف فدان عندنا في محور الضبعة وايضا بتعمل لهم نفس المحطة اللي بتعمل بنفس القدرة خمسة وستة من عشر مليون فدان الناحية المشاريع في كل مكان لكن كلها حطيها جم بعضيها كل حطيها جم بعضيها بتقوم تكوني القطع بتاعت البازلزي كده عشان تكوني صورة كاملة فتلاقي لا الموضوع ما بتعملش هباء منصورة بتعامل بمخطط اللي عمله فكرة وبيرؤى وبيرؤى وبعلماء ايضا والبحث عن مصادر تمويل عشان نجاح هذه المشاريع نعم علشان كده لما بقول الجمهورية الجديدة ما بنقولهاش من فراغ وبنقولش يعني هذه الكلمة لا الجمهورية الجديدة ولكن بمخطط وبفكر وبرؤى اللي مش شايف انه كان عندنا العشوائيات على الاربعين في المائة من مساعد مصر وفيفة دلوقتي يبا لازم يروح لأستاذ عيوه لازم يروح لأستاذين لا واللي بيعمل اختزال للمشاريع اللي بتقوم بها الدولة المصرية يقولك بس الطرق وكباري حبيبي الطرق والكباري هي اساس التنمية في اي مجتمع في العالم كله امريكا لم تنهض الا بطرق انا قلت مرة لو انا رايح على الطريق عبارة عن مدأ كيلو واحد هاخدلي فيه نص ساعة لكن انا لو الطريق مرصوف هاخدلي فيه دقيقة واحدة هو ده الفرق في القضية بتاعت التنمية صحيح انا بشكر يعني حضرتك انا مش شايف رفضنا بتمنى يعني مزيد من النجاحات مزيد من الابحاث الألمية احنا ان شاء الله جمعة الازهر وفي اطار استضافة مصر يعني الرئيس السيسي استضافته للمؤتمر العالمي للمناخ كوب 27 ان شاء الله في نوفمبر القادم جمعة الازهر ايضا ان شاء الله وتحت رعاية سيد رئيس الجمهورية في 18 و 19 و 20 ديسمبر الحالي هيبقى فيه مؤتمر دولي ايضا عن التغيرات المناخية وتأثيراتها على القطاع الزراعي بكاملا سواء بشقية الانتاج النباتي او الانتاج الحيواني وللجميع اتمنى ان هم يشاركون في هذا المؤتمر ان شاء الله يكونش مشاركة الفاعل بإذن الله تعالى تحت رعاية فضيلة الامام الاكبر واستاذنا دكتور محمد بنحلصا ورئيس الجمهورية طبعا يعني جمعة الازهر منارة علمية شكرا جمعة كبيرة بنفخر بوجودها شكرا جمعة وبنشرف بوجودها ولها دور هام على مستوى العالم العربي جمعة الازهر ظهرت في اخر افضل خمس تصنيفات عالمية هذا العام ضمن 23 جمعة مصرية وده فخر المصر كله ان يبقى 23 جمعة مرة واحدة كده يطلعوا في افضل خمس تصنيفات عالمية على مستوى العالم ولي المصريين الخبير الزراعي الاستاذ الدكتور جمال السيد استاذ البستين وعميد كلية الزراع جامعة الازهر وعيد المضموعة الاستشارية لعلماء التعليم في مصر بشكر حضرتك على هذا اللقاء المتميز والهام واهداء رقيق من أسرة البرنامج عالم مصر اللي دايما حضرتك بتضع نصب عيونك في قلبك دايما ونستشعره من خلال الدور الهام اللي بتسعى الى تحقيقه بهذا المجتمع شكرا جزيلا يا سيدنا بترخيرك بشكر كل استاذ البتبرين لينا بشكر مرة أخرى الخبير الزراعي المصري المتميز الاستاذ الدكتور جمال السيد استاذ البستين وعميد كلية الزراع جامعة الازهر وعضو المجموعة الاستشارية لعلماء التعليم في مصر بشكر حضرتكم على متابعتكم لينا ان شاء الله بنلقاكم في الأسبوع القادم وعالم جديد ينضم الى منظومة علماء من بلدي رحلة اكتشاف الكنوز المصرية من العقول البشرية لعلماء المصريين القادرين على التحدي وصناعة الامل في مستقبل أفضل لكل أبناء هذا الوطن علماء الثلاثاء وعالم جديد ينضم الى منظومة علماء من بلدي فيها حاجة حلوة حاجة حلوة بنا حاجة كل مادة تزيد زيادة فيها في مصر مولد السيدة والذكر والهيطة وربعتين بركة بسيدة نفيزة المشي عالكرنيش والبركة في لهم تعيش فرح البلد وللدة حنك فيها حاجة حلوة حاجة حلوة منها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة